أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الله بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي قلق الموت والحياة ليبلوكم عيكم أحسن عملا وهو لذيذ الغفور الذي قلق سبع سماوات تباق ما ترى في قلق الرحمن من تفع فعرجع البثر هل ترى من فطور ثم ارجع البثر قرطين ينقلب ليك البثر خاصيا وهو أحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابها وجعلناها رجوما للشياطين وعادتنا لهم عذاب الصير وللذين كفروا بربهم مذاب جهنم وبعص المسير إذا ألق فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكادوا التميز من الغيث قل لما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم ياتكن نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نذر الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير وقالوا لو كنا نسعوا ونعقلوا ما كنا في أصحاب الصغير فاعترفوا بدمدهم فصحقا لأصحاب الصغير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا لهم أبجهروا به إنه أليم بذات السدور أليعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم كيف كان نكير أولم يروا إلا طير فوقاهم سافات وجبدنا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن القافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقهم إنا أمسق رزقه واللج في عطوب ونفور فمن يمشي مقبا على وجهه أهدا من يمسي سبيا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأفسار والأفحدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم بالأرض وإليه تتهشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أن نذير مبين فلما رأوا الزلفت سيئة وجوه الذين كفروا فقيل هذا الذي كنتم به ستدعون قل أرأيتم إن أعلقني الله من معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من أباب أليم قل هو الرحمن آمن به وإليه توكلنا فستعلمون من هو في ذلال مبين قل أرأيتم إن أصباح ما ضوكم غارا فمياتكم بماء معين صدق الله العظيم